بين الحين والآخر نسمع أصوات الاحتلال ونسمع التصريحات ونسمع الأراء ونسمع الأفكار التي لا نسمع نحن إليها بل بالعكس نواجه كل هذه التصريحات منذ بداية هذه الهجمة الشرسة والحرب على قطاع أسن خلينا مزيد من التفاصيل نتوقف بالتحليل عن عدد من التصريحات التي توقفنا نحن عندها وكانت أيضا لمصر والعالم العربي وقفة كبيرة أمام هذه التصريحات معي في استوديو القاهرة الأستاذ محمد فوزي باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية مساء الخير أستاذ محمد أهلا بحضرتك يعني ما هي حقيقة كل يوم الآن تصريحات جديدة لأننا نعلم بأن هذا المحتل الغاشم لا يملك فكر واحد ولا هناك في عشوائيات يعني منذ 7 أكتوبر والعشوائية تحيط أيضا بالضربات اللي موجودة في قطاع غزة هذه التصريحات كثيرة ومختلفة ومتضاربة أحيانا ده صحيح يعني من بداية الأزمة الرهنة هنلاقي أنه في تصريحات قد تصل إلى حد التضارب بين المسؤولين الإسرائيليين في بعض الأوقات وأعتقد أنه ده أمر طبيعي أولا في ضوء الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية نفسها فضلا عن ضغوط المعارضة الحالية على الحكومة فضلا عن الضغوط اللي بيمارسها الرأي العام الإسرائيلي نفسه بسبب إدارة الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو لهذه المسألة سواء في مرحلة ما قبل السابع من أكتوبر أو في مرحلة ما بعد السابع من أكتوبر وبدء العمليات الإسرائيلية تجاه قطاع غزة يعني جزء كبير من المجتمع الإسرائيلي ويعني بعض دوائر صنع القرار بتحمل نتنياهو مسؤولية الفشل الزريع اللي من يدي إدارته في السابع من أكتوبر من خلال هجمات الفصائل الفلسطينية التي حدثت في ذلك اليوم وطبعا ده قرأ على أنه فشل استخباراتي الزريع من قبل المجتمع الإسرائيلي فضلا عن بعض دوائر صنع القرار فأعتقد كل دي سياقات أو اعتبارات ولدت بعض التصريحات إلى الحد اللي دفع نتنياهو بالمطالبة مطالبة بعض المسؤولين بمراجعة تصريحاتهم قبل الإدلاق بها في وسائل الإعلام وده كنصرح به في أكثر من مناسبة فده بيعبر عن حالة التخبط اللي بتعيشها دولة الاحتلال في الوقت الراهن وأعتقد كمان أنه بعد انتهاء الحرب والعمليات العسكرية الإسرائيلية داخل القطاع حالة الانقسام دي هتزداد وهيبقى فيه إشكاليات سياسية كبيرة داخل إسرائيل خصوصا مع استمرار أزمات الإصلاح القضائي وبعض أزمات الداخل الإسرائيلي أكيد سيد محمد اسمح لي نحن نتحدث أكثر الآن عن الشأن المصري إذا كنا نذكر بأن المحتلة الغاشم كانت كل قراراته عشوائية وغير منظمة متضاربة ولكن الجانب المصري كانت الحقيقة رؤيته تصريحاته منذ البداية واحدة ثابتة محددة وكل كلمة كانت في مكانها طول الوقت حرجع بحضرتك بالمشهد إلى أيام جلسة مهمة في مجلس النواب طلب إحاطة من 16 طلب إحاطة من أعضاء مجلس النواب والجميع كان يسأل عن التهجير القصري والإجراءات التي تتخذها الحكومة تجاه هذه التصريحات وهذا الكلام الجلسة كانت قوية جدا وأيضا النقاط التي تحدد فيها دكتور مصطفى مدولي رئيس مجلس الوزراء كان محدد وكل كلمة كان يعنيها ولها مدلول خليني أقف عند الكلمة الأولى وهي استخدام كان يقول أن مصر لم تتوانع في استخدام كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها كيف ترى هذه التصريحات القوية طبعا هو يعني أعتقد أهمية جلسة مجلس النواب بترتبط ببعض الاعتبارات الرئيسية مدلول الجلسة نفسها والسياق الذي تأتي فيه فضلا عن ما حملته من مواقف وتصريحات واضحة سواء من السيد رئيس الوزراء أو نواب البرلمان أنفسهم يعني السياق اللي بتأتي فيه هذه الجلسة في سياق تصاعد الجرائم اللي بتتم فيه داخل قطاع غزة والجرائم دي لا تنفصل عن الداخل المصري لأنها بتحمل تداعيات تشمل كافة مناطق الإقليم وعلى رأسها وفي القلب منها طبعا مصر باعتبارها دولة جوار مباشر لقطاع غزة وبتتحمل النصيب الأكبر من تداعيات التطورات داخل القطاع يعني الجلسة شهدت التأكيد على جملة يعني الموقف والمقاربة المصرية تجاه التصريح الراهن الموقف المصري كان ينطلق من بعض السوابت أو مجموعة من السوابت وعلى رأسها رفض مساعي تصفية القضية الفلسطينية سواء من خلال مخططات التهجير أو من خلال ما بات يعرف بسيناريوهات ما بعد الحرب والتي بدأت تطرح في الداخل الإسرائيلي وبعض الأروقة الأمريكية الجانب المصري كمان أو الدولة المصرية كانت بتركز بشكل واضح على رفض وإدانة كافة الانتهاكات التي تتم بحق الشعب الفلسطيني كان بيتم ترجمة يعني أو هذه السوابت المصرية كانت بتنطلق قبل أن تكون دفاعا عن الأمن القومي المصري وسيادة المصرية من رفض مصر الواضح وإدراكها العميق لكون هذه المخططات بتستهدف بالأساس تصفية القضية الفلسطينية تم ترجمة هذه المواقف عمليا في بعض أنماط التعاطي مع الأزمة الراحمة يعني الدولة المصرية منذ البداية تبنت مصارين نوعيسيين للتعامل مع هذه الأزمة سواء المصار الإنساني اللي ابتدى يعني منذ اللحظة الأولى مع تحذير مصر بداية في شكل من أشكال الإنذار المبكر إلى أن التصعيد سوف يحمل تداعيات كارثية على قطاع غزة وبالفعل قد تحقق ذلك مرورا بضغط مصر واستخدامها كافة الأدوات لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع كان فيه إصرار من الجانب المصر صحيح وبعد كده وصلنا لمرحلة يعني إدخال شحنات الوقود والاتفاق على إدخال هذه الشحنات طيب يعني كل ده الحقيقة كلنا تبعناها بس أنا برضو حايزة يعني أرجع مع حضرتك ديني إلى يعني كلمة سيد دولة رئيس الوزراء لما وقف عند كلمة استخدام الإجراءات يعني احنا أحيانا نعرف تنفيذ الإجراءات ما الفرق هنا في أنه حيكون فيه استخدام للإجراءات وأيضا في نفس الجلسة تحدث دكتور مصطفى مدبولي وقال أنه مصر يعني لن تسكت وإذا حصل شيء حيكون فيه أيضا رد حاسم بالقانون الدولي طبعا الدولة المصرية يعني كلمة رئيس الوزراء بتعبر بشكل واضح عن يعني أنا متفق مع حضرتك فيه استخدام للإجراءات وفيه يعني تلويح باستخدام هذه الإجراءات أو اللجوء إليها أو احتمالية اللجوء إليها يعني كان خلينا نستعرض مشهد كده من المشاهد الحقيقة اللي أنا بعتبرها أنها لفتة مهمة جدا جدا تستحق الوقوف عندها ودفعت باتجاه تغيير يعني بعض المعادلات على الأرض لما الدولة المصرية يعني رهنت خروج الرعاية الأجانب من قطاع غزة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع في ضوء التعنت الإسرائيلي يعني في مسألة إدخال المساعدات لقطاع غزة يعني تم في عقاب هذا التحرك التصعيدي المهم من الدولة المصرية والمحسوب أيضا تم ترجمة ذلك في شكل بدء إدخال المساعدات لقطاع غزة وده كان قبيل قمة القاهرة للسلام أعتقد أن تصريحات رئيس الوزراء بتؤكد على هذا المعنى بتؤكد على أن الدولة المصرية لديها الحق وقادرة على استخدام كافة أدوات الضغط المكفولة لها يعني قانونا وفقا للأعراف الدولية لحماية أمنها القومي وسيادتها وأيضا الدفاع عن الشعب الفلسطيني ولكن يعني هذه التصريحات يعني اتسقت أيضا مع المقاربة المصرية نفسها لأن المقاربة المصرية منذ اليوم الأول للتصايد يعني هذه التصريحات بتمثل ترجمة لها أو تعبيرا عنها بشكل واضح سواء على مستوى رفض مخططات التهجير سواء على مستوى اللجوء لكافة الأدوات وهو ما فعلته مصر بالفعل ليس فقط من خلال مسألة إجلاء الرعاية الأجانب ولكن من خلال تصميم مصر على إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع من خلال كافة أشكال التضامن الذي أظهرته الدولة المصرية مع الأشقاء في الداخل الفلسطيني من خلال يعني الخطاب الرسمي الذي رفض منذ البداية توصيف ما يحدث داخل قطاع غزة بأنه يأتي في إطار رد الفعل ورفض هذه السردية الإسرائيلية وأكد على أن ما يحدث هي جرائم إبادة جماعية تتم بحق الشعب الفلسطيني وما سابع ذلك من تحركات دولية كانت متجسدة مثلا في الحراك المصري الأردني في مجلس الأمن والجماعية العامة للأمم المتحدة من أجل تمرير مشاريع قوانين تدعو إلى وقف إطلاق النار وتندد بهذه الممارسات الإسرائيلية وتستخدم السردية التي أكدت عليها الدولة المصرية عن أن ما يحدث هو إبادة جماعية وليس له أي علاقة برد الفعل طيب أنا عايزة أنتقل مع حضرتك إلى نقطة هامة إذا كنا اليوم نتحدث عن تصريحات كثيرة عشوائية تأتينا من الجانب الإسرائيلي وتصريحات يعني يمكن الأكثر كانت هي عن التهجير القصري للفلسطينيين سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الحقيقة منذ اليوم الأول في كلماته أكد أن لا للتهجير القصري وفي كل القمم التي جاءت إلى مصر من ألمانيا ومن فرنسا ومن باقي القمم كلها كان يؤكد على لا للتهجير القصري أيضا في قمة السلام وأيضا وجوده في قمة الرياض وفي كل الأوقات حتى في بريكس أيضا قمة بريكس اللي كانت عبر الفيديو كونفرنس أكد أيضا السيد الرئيس أنه لا للتهجير القصري ثم نأتي لنسمع وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية من الليكود اللي يعني أطلقت مبادرة وقالت أنه يكون في نوع من أنواع إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين وأنه يبقى ده في حول العالم يعني دول العالم تتبنى هذا كيف ترى ده؟ يعني هل هم انتهوا من فكرة التهجير القصري فيبحثون عن تصريحات أخرى؟ هو أحد خصوصيات التصعيد الراهن زي ما أشرت لحضرتك ارتبطت بطبيعة الأهداف الأهداف الإسرائيلية يعني في سنة هذا التصعيد الراهن مختلفة ولعل إسرائيل وجدت فرصة في هذا التصعيد الراهن والغير مسبوق خصوصا مع الدعم الغربي الغير مسبوق لإسرائيل في سنة هذا التصعيد لتمرير بعض المخططات القديمة المتجددة هي مخططات قديمة يعني مخطط التهجير طرحة لأول مرة عام 67 يعني من خلال خطة طرحت من قيادة الجيش الإسرائيلي يعني اقترح الضم القدس والضفة وغزة إلى إسرائيل وتهجير سكان الضفة إلى الأردن وسكان غزة إلى سيناء ثم خطة في عام 70 طرحها شارون اللي كان طبعا قائد عسكري وبعدين أصبح رئيس للوزراء وركز شارون على مقربة مختلفة شوية يعني كان طرح مسألة التهجير الطوعي أو عبر الامتيازات يعني كان طرح مسألة تقديم امتيازات للفلسطينيين سواء في الضفة أو في قطاع غزة من أجل دفعهم باتجاه الهجرة الطوعية دون عودة يعني وبعدين كان مجلس الأمن القومي الإسرائيلي كان طرح في 2003 خطة مشابهة كانت بتقوم بشكل رئيسي على ضم أراضي من سيناء وفي المقابل يعني أخذ إسرائيل لبعض المناطق من الضفة على أن تستحوذ على هذه المناطق من الضفة والقدس وتضمها للأراضي المحتلة ونقل سكان غزة إلى سيناء وطرح تاني في 2013 قدمته جامعة تل أبيب وصولا إلى التسريب الأخير لهذا المخطط واللي من خلال تداولته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية والغربية وثيقة مصربة للاستخبارات الإسرائيلية بتتحدث عن كون الظروف الحالية مواتية لتمرير هذا المخطط القليل وإعادة المصطلح طب أنا عايزة أتوقف مع حضرتك وحضرتك باحث أيضا الاسم المصطلح إعادة التوتين إعادة التوتين لأننا عارفين التوتين من الموطنة فكيف أنا سأكون مواطن لكل حقوق المواطنة في دولة أنا لا أنتمي إليها يعني لا هي جنسيتي ولا هي دولتي فإذا أنت ستأخذ الفلسطينيين ويتم تفرقهم على دول العالم ويتم أيضا أنهم يتجنسوا بجنسيات العالم فهذا هو التوتين يعني من أعطاهم هذا الفكر ومن سمح بأن هذه الدول العالم ستسمح بهذا هو استمرار لسلسلة السياسات الإسرائيلية أو الأطروحات الإسرائيلية التي تتجاوز ليس فقط الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني ولكنها تتجاوز المنطق والعقل يعني وسياقات الأمور نفسها وطبائع الأمور يعني كان مفكر كبير إدوارد سعيد لما كان بيناقش مثل هذه الأطروحات كان بيصفها بأنها سلام بلا وطن محمد حسنين هيكل مفكرنا الكبير كان برضو بيقول سلام الأوهام يعني على مثل هذه الأطروحات الجانب الإسرائيلي طبعا بيحاول الاستثمار في يعني التصايد الراهن فضلا عن الدعم الدولي الكبير من أجل تمرير هذا المخطط القديم المتجدد لكن الحقيقة وجه الاستغراب هو أن الجانب الإسرائيلي ومن ورائه الجانب الأمريكي لم يدرك حتى اللحظة بعد سنوات من الصراع حتى اليوم أن عدم حل هذه القضية على أساس السلام العادل لن يجلب السلام لا لإسرائيل ولا للمنطقة صحيح يعني السنوات السابقة بتكشف ذلك بشكل جلي وواضح وأعتقد كمان أنه يعني ما فعلته إسرائيل في هذا التصايد سوف يكون قنبلة ستنفجر في وجهها في المستقبل لأن الأطفال الفلسطينيين اللي رأوا أسارهم وهي بتدمر منازلهم الطفل اللي رأى والده ووالدته وهم بيستشهدوا أمام عينيه ده طبيعي أنه هينشأ وهو مشبع بالكراهية والتخطيط لممارسة الانتقام فيما بعد يعني الأطروحات الإسرائيلية بعيدا عن عدم وقعيتها هي بتتجاوز مسألة السلام العادل لكن أنا أعتقد كمان أنه كان فيه اعتبار مهم التصايد الراهم يعني أعاد طرحه وهو تجلى طبعا في المواقف الإقليمية والدولية الرافضة بشكل واضح وقطع لهذه الأطروحات الإسرائيلية يعني الموقف المصري من البداية كان واضح في هذا الصدق القمة العربية الإسلامية الأخيرة أكدت على هذا المعنى بشكل واضح حتى بعض الأطراف الأوروبية بدأت فيه التراجع عن دعم مثل هذا المخطط وبدأت تعرب عن رفضها للتهجير القصري للفلسطينيين وعلى رأسهم المجتمع الأمريكي أعتقد أنه المكسب الأهم يعني أعتقد أنه دايما بيخرج من كل أزمة بعض نقاط الضوء أعتقد أنه نقطة الضوء الرئيسية أو المهمة التي خرجت من رحم هذه الأزمة الحالية بتتمثل في إعادة إحياء مصار السلام العادل كأساس لمعالجة هذه الأزمة التي لا تهدد فقط الداخل الفلسطيني وإنما تهدد الإقليم ككل أكيد يعني تم التأكيد حتى في سنايا المواقف الرسمية المصرية على أنه الهدف الاستراتيجي الأهم في مرحلة ما بعد إنهاء الحرب الحالية هو الشروع في إجراءات وخطوات جدة لحل هذه الأزمة من جزرها على قاعدة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية ومستقلة أمنيات نتمنى أستاذ محمد أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا الأستاذ محمد فوزي باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أشكرك شكرا جزيلا ونعود ونؤكد في نهاية لقاء هذه الفقرة بأن تهيير القصري وما أصرت مصر على رفضه طول الوقت منذ البداية بأنه لا يوجد تفكير ولا بحث في هذا الموضوع إذا كانت إسرائيل تفكر بتصريحات أخرى إعادة التوطين الطوعي كيف تفكر أن تعيد توطين في دول أخرى لأهلين الفلسطينيين الذين تم استشهاد معظم أهليهم القتل الإبادة الدبح كل هذه الجرائم كيف تتخيل أن المواطن الفلسطيني يهجر موطنه ليروح إلى بلد أخرى ويعيش كمواطن مواطن بلا بلد مواطن بلا أهل بلا قضية أعتقد أنها تصريحات عشوائية هذا هو لقاء الليلة من ستوديو القاهرة